السلام عليكم الاخوان الاخوات خارجت بعد البوستات الجزائرية كتقول بان تاك الشرطي اللي قتل لك الشاب الجزائري قلك اصله مغربية وخطارة للناس هاته ما صراحة لاحولة ولاقوة اللي بله فبطبيعة الحال هاتش رأك دوب والشرطي رأي اسمه بتاتي بداب ام فلوغيون ايدان فلوغيون من اسم ديالو تيبان بانه راح فرنسي والاصل ديالو اللو علم منين المهم راح فرنسي ونسبو النسب ديالو دلو ام باش يخفيه يعني باش ما يتعرفش الكنية ديالو باش ما يعني خوفان على العائلة ديالو بطبيعة الحال ولكن هاد الشرطي حسب بعض بعض الصحوف تيقولوا بانه رأى عنده سوابق في التوقيف ديال المواطنين بواحد طريقة اللي عنيفة وكان بزاف ديال الشيكايات اللي كانين ضده بطبيعة الحال شكايات متعددة ولكن سؤال العلاج هاد مخيات هادو بغاول السقو الجريمة ديال القتل ديالو وقالوا بان ذاك اللي قتل هاد الشاب هو شرطي من اصول المغربية لانه هم طبيعة الحال تي حاولوا يستغلوا اي حادث باش يجعلوا يعني بحالش في تنابين الجزائريين وجعلوا الجزائريين من يكرهو اكتر فاكتر المغاربة والمغربة عامة ديالو تي مشيدي ما الثقدي ديال السقو ديال المروك والسقدي ديال المخزين وهذال فالموضوع ديالنا هو شكوني غادي عوض هاد الخسارة الكبيرة. اللي جات الفرنسا بطبيعة الحال جراء هاد شغال بدينها الجزائريين. طبعا الحال اللي غاديAA هي strides هذا الخسائر هما البلد الاصل لهذا المخربين بطبيعة الحال اللي هو الجزائر ولكن كيف ذلك خواسنا سؤكل كيفاش يديرو. فجاء واحد الخبر مؤخرا تقول بان ديك الشركة الجزائرية سينت مع فرنسا شي عقود ديك العقود بالقيمة ديرهم تقريبا واحد سبعمائة وتسعود وتلاتين مليون دولار. يعني واحد الرقم اللي هو ضخم ضخم جدا. وهذا العقود فيها تمديد لعقود قديمة كانت وكانت بغا تسالي. وكان عقود اخرى جديدة لخدمات اخرى غادي تقدمها طبيعة الجزائر. وخلوا ديك شي مبهم باش يعرفوا كيفاش اللي عبو ديك شي في العقود من بعد. فبزاف ديال المفسرين فبزاف ديال المفسرين اكدوا ان هاد العقود هي عبارة عن اسكات لفرنسا باش يعوضوها على الخسارة الفادحة اللي تكبدتها جراء شغب هاد جزائريين اللي خارجين يقولون بطبيع الحال. فعلاش هاد الناس داروا هاد التحالي لان الجزائر يالله هبدلا تنشي الوطنية هادة بنشي الوطنية عند جزائر يالله هبدلوه رجعو في دوق الابيات الشعرية اللي كتقول يا فرنسا ليد فرنسا فكيفاش يالله هما طالع اليوم تتم مع فرنسا واذاك شي شو يوم يبدو تسينوا مع عقود فجأة وهذا العقود عمرها ما كانت مبرمجة قبل ما كانش مبرمجان يالله فجأة خرجت فالملاحظة ان الجزائر تتمضي عقود فقط مع فرنسا ومع المحيط ديالها عكس المغرب اللي دايما يلا بغي يسيني شي حاجة يتنامع جهات مختلفة بحال الصين بحال النجليز بحال امريكان بحال عدة يعني شركاء مختلفين ولكن جزائر دائما تتمشي اما روسيا يا اما فرنسا يا اما روسيا يا اما فرنسا يعني هاتش جوج هادو وما باش تلاب لذا بغا تبو طول الشعير تتمشي تصير من الشعير وكين هادو كل الناس ما تعتبراش بطبيعة الحال فلهذا اه هنا تتوضع واحدة نقطة هنا تتوضع واحدة نقطة استفهام كبيرة تتقول علاش هادو ناس هادو تشبتين بفرنسا لان فرنسا هي الكتير كل شيء فسط الجزائر فاللي خاصة نعرفه هو انه الناشد الوطني الوحيد اللي كان في العالم وتتضم يعني اسم ديال دولة اخرى هو الناشد الجزائري بطبيعة الحال تيفيه يا فرنسا لالحمق هذا كيف يعقل انك انت عندك واحد الناشد اللي هو وطني وتخص بلاذك شوية تجبد فيه دولة اخرى اللي انت وخد تكون معتبرة عدوة لانا ممكن انت تعتدر او لا تقدم اسمته تنازولات والله اعلم تغيروا المواقف اذا نخصك تغير الناس الوطني ما تغيروا ايش الناس الناس الا في الجزائر بطبيعة الحال تغيروا عاودوا يزيدوا فيه عاودوا ينقسوا عاودوا يزيدوا فيه الهدرات الفرنسا ينقسوا ما اذا راش يزيدوا مهم فيه واحد البيت يقول يا فرنسا قد اتا وقت الحساب واسمع لي انت الحمار قددية لهذا الناس بيت شعرتي لانا النيا هي تسوق شيئا ما بقوا يسوقوا شي حاجة بيقولوا ان شي حاجة ان الناس الوطنة ما تتغيرش ولكن السياسة كنت تغير فكيف اعقل انك تربط واحد الشيء اللي لا يتغير بشيء ان يتغير فواحد القادية اخرى بننضيفها هي ان فرنسا دائما كتقلب على شي كبش فداء لأي خسارات كبدتها وفي هذه الحالة بطبيعة الحال لن تجدها احسنة من الجزائر ومن تببون بطبيعة الحال تببون كان غير يزور فرنسا واحد الوقت ولكن ما تلاش زارها قال لي ماكرون لا بلا ما تجي يوها وصفت له اه شركة اللي هي توطال صفتها اللي عنده قال لها هي وسينة مع المسائل وذك شي فاجات عنده توطال وسينة معه وكل شي وبطبيعة الحال هاد القادية عندما هي الا غطاء اللي غادي يكون من اجل تغطية ذك تحويل النقود من الجزائر الى ماكرون اللي بطبيعة الحال غادي وزع على متضررين واقل واحدة القادية واحدة القادية غادي توقع عن مقارب غادي خرج ماكرون تخطب الشعب ديالو وذك شي وكتي يقول لهم اه اللي يخسر شي ريال يجي ده يعني ذاك العباد ديال بناد المرأة قافز بناد المرأة قابض البسائل وعندوه ما ييدير غا يقول لهم اللي يخسر شي ريال يجي ده ما يسال شي واحد شي حاجة فازا ما بغير طالي انتباع بين فرنسا يلا غادي تحمل تبعات هاد الخسائر وهذا شي حقيقة هي هاد بوك اللوخ هادو ما اللي غادي خلصوا هادش هاد موك اللوخ هاد جزائريين وفاسميتي تنضلو تنقول لهم رانتو ما اللي غادي تخلصوك هادو كذلك وكلا ما غا نخلصوش ما غا نديروش ما غا نفعلوش واش نجوا ما حمقين واش اكتر من مليار ديال الاورو اللي خسرت فرنسا في هادك تخربك كامل اش كون بيعوضوا لها والله يمتعق للكم بالله والله يمتعق للكم مني اللي يتخلصوه كامل مكمول إلا ما خلصتوش ما خلصتوش عن طارق سون طارق هتخلصوه بطارقة اخرى بشي رأ عقود اعطال الله اعطال الله باشي باشي يا غادي جبدو منكم باش عدي جبدو منكم الاسمية البينجا بطبيعة الحال ما كرون عارف من اين تؤكلوا الكاتف طبيعة الحال حياتا نعرفوا بان الجزائر ما هي الا دولة ووظيفية تستغل فرنسا من اجل زعزعات استقرار المنطقة بطبيعة الحال مغرب العربي كاملا ولكن المغرب بطبيعة الحال رد منها البال وفرنسا تنتمنى على انها واحد النهار دير اقلها ورا فرنسا ديبا لا لاحظوا بان المغرب ردير واحد القديم انه بيحيي لفرنسيا نهائيا من اه اسميتهم من ادارات واداكشو بيخلي العربية بيخلي امازيغية ومن بعدها غادي زاد الانجليزية بطبيعة الحال يعني في الفرنسا لالفرنسيا مشات مشات لا يعاونها. قادي تمشي فروا بالباي باي!! قادي تعودها بالانجليزية وب演سبة لالمسائل ديال القرية واداك شي قدي يعودها بالانجليزية ولكن با goodkind الذي تنتهو الادارة واداكشي مباشرة قدي خلي العربية عول الا الا اول الامازيغية وهتي بطبيعة الحال neiحنا ما يمكن لنا إلا نتمنوا هذه الخطوة هذه عاجبنا الحال بطبيعة الحال قديم زيانة لأننا تعرفون أن الفرنسية ما لغة الاستعمار عانينا منها ما لغة دي العلم ما لغة دي التحاجة والتحاجة تدي التفركيس ما لغة دي التفركيس وأعقد لغة محمقة بلس كبارفيل لنبارفيل لبارتسيب باسي لسبجونكتف باسي لسبجونكتف باسي لفتير انتاريور فشا تتخربى عندهم شيء صرف ما نقول لكم لاحبا خصافي لفتير انتاريور لفتير انتاريور لفتير انتاريور لفتير انتاريور لفتير انتاريور يعني ما لغة دي اللغة تطلقى عندهم الماضي والموسط قبل والحاضر ولا تزيد عن المخاطب أو المخاطب ووضيك شمع حالة العربية ولا شيء في الانجليزية ولا إن الناس فهمتشان المشري عندهم لدينا الحمورة بديا لهم خرب قليلا